دفعت مشاهد القتل والدمار اليومية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش إلى تفعيل أقوى آدات يمتلكها في مثاق المنظمة لينبه مجلس الأمن أن ما يجري في قطاع غزة يهادد السلم والأمن الدوليين، فماذا نعرف عن المادة التاسعة والتسعين؟ هذه المادة أقوى آدات يمتلكها الأمين العام، وأكثرها أهمية من بين المواد الخمس التي تحدد مهام الأمين العام للأمم المتحدة فيتمنح الأمين العام سلطة لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين ومنه فيتسمح ببدء مناقشة في مجلس الأمن حول قضية معينة، ليضغط على الأعضاء من رجل اتخاذ إجراءات تحفظ السلم والأمن خاصة في الحالات التي يواجه فيها مجلس الأمن صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن الصراعات لكن كم مرات تم اللجوء إلى هذه المادة؟ تم اللجوء إليها بشكل صريح ثلاثة مرات عام 1960 حين طلب أنذاك الأمين العام عقد اجتماع عاجل للمجلس بشأن كونغو المرة الثانية عام 1979 عقب استيلاء طلاب إيرانيين على مبنى الصفارة الأمريكية في طهران حينها طلب الأمين العام كورت فالدهايم عقد اجتماع لمجلس الأمن معتبرا أن الأزمة تهدد السلم والأمن الدوليين أما المرة الثالثة فكانت عام 1989 بعد تصاعد حدة القتال في لبنان حينها دع الأمين العام للأمم المتحدة خافير بيراز ديكويير مجلس الأمن للعقاد وشدد أنذاك على ضرورة وقف القتال على وجه الصرعة وبعد تفعيل هذه المادة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونو جوتيرش فهي المرة الرابعة لكن لماذا لجأ جوتيرش لهذه المادة؟ في خطابه يوشيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن السبب وراء تفعيل المادة التاسعة والتسعين هو السمر الأعمال العدائية منذ أكثر من ثمانية أسابيع في غزة ما أدى إلى كارثة إنسانية تهدد الأمن والسلم الدوليين يقول جوتيرش في خطابه إن المدنيين في أنحاء القطاع يواجهون خطرا جسيما بعد تدمير أكثر من نصف المنازل ومقتل أكثر من سبعة عشر ألف مدنيين أكثر من أربعين في المئة منهم من الأطفال بالإضافة لتهجير نحو ثمانين في المئة من السكان ومع انهيار المنظومة الصحية تحولت هذه المستشفيات إلى ساحات معارك ويشدد جوتيرش أيضا على ضرورة استخدام المجتمع الدولي لنفوذه لوقف الكارثة الإنسانية في غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر